احلى واجدع شباب ابونات في الدنيا اهلا بكم في حلقة جديدة مع صيادة حلقة النهاردة عرفك فيها بالخطوات ازاي تقدر تحمل اي نسخة وندوز اصلية من موقع الشركة الرسمية وكمان هعلمك طريق تثبيت النسخة دي على جهازك من A to Z بشكل كامل مع كل الادوات اكيد اللي انت هتحتاجها علشان تقدر تعمل كده كمان لازم تعرف ان النسخة اللي هنحملها مع بعض في الحلقة دي تعتبر من افضل نسخ الويندوز اللي انت تقدر تعتمد عليها في الالعاب لو انت جهازك قوي كمان نفس النسخة اللي هنتكلم عليها النهاردة هنتعلم في الحلقة الجاية ازاي نقدر نحولها من نسخة عادية لنسخة وندوز اطلس المخصصة للاجهزة الضعيفة فلو انت جهازك قوي هتتابع معي الحلقة دي وتنفس كل الخطوات فيها لو انت حا giaبك تستخدم نفس نسخة الويندوز دي اما لو جهزك ضعيف فكل اللي هتعمله انك هتحمل الادوات اللي هتشوفها معي في حلقة النهاردة علشان تكون جاهز معي في الحلقة الجاية لتثبيت نظام اطلس او اس تنساش اللايك على الحلقة دي لو حاببت دعمنا بطريقة مجانية ولو اول مرة بتشوف القناة ما تنساش الشرك في قناة وتفعل جرس الاشعارات اما دلوقتي خلينا نروح مع بعض ونشوف ازاي هنقدر نحمل ونثبت اي نسخة ويندوز اصلية عندنا على الجهاز اول حاجة هنروح لمحرك جوجل ونكتب كلمة ويندوز عشرة واول نتيجة هتظهر لك من شركة مايكروسوفت تضغط عليها بالشكل ده لو اعدت ميت سنة مش هتعرف تحمل من الصفحة دي لو انت فتح من كمبيوتر لازم تفتح من تليفون طب اي الحل يا عم السياد هتيجي تضغط معاك لكيمين في اي حتة فاضي على الموقع وتنزل تضغط على اخر كلمة واللي مكتوب عليها انسبكت هتفتح معاك الشاشة اللي انت شايفها دي تدور على الشكل بتاع الايباد اللي انت شايفه ده وتضغط عليها مرة بالشكل ده وتيجي هنا وتعمل ريفرش وبعد كده نروح نقفل نفذة المطور اللي انت شايفها بالشكل ده لو نزلت تحت شوية هتلاقي فيه اختيار جديد ظهر معنا وهنا مجرد ما تضغط على السهم ده هتضغط على اسم النسخة اللي انت شايفه قدامك ده ويندوز عشر مالتي ادشن وهتدوس على كلمة confirm وهيحولك على الصفحة دي اللي تقدر تختار منها لغة النسخة اللي انت عايز تحملها عندك من اول العربي لكل لغات العالم ولكن انا هحملها باللغة الانجليزية وهتيجي معايا تضغط على كلمة confirm من هنا هيقعد يحمل شوية بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده بعد كده يحملك على الصفحة اللي هتختار منها النواة الخاصة بالنسخة بتاعتك طبعا بما اننا بنتكلم على الجيمينج فكلنا هنحمل نسخة الاربعة وستين بت نسخة اتنين وتلاتين بت ما تنفعش طبعا في اي لغة من الالعاب اللي احنا بنلعبها عندنا هتبدأ تحمل معنا بالشكل ده هنسيبها لحد اما تخلص تحميل وارجعلكم مرة تانية طيب زي ما احنا شايفين النسخة بعد اما تنزل عندك هتبقى بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده دي نسخة وندوس تانية ملكش دعوة بيها خلينا شلالك بالشكل ده عشان ما تطلق باش هنعمل ايه علشان نبدأ نسبة نسخة الوندوس دي عندنا اول حاجة انت محتاج لفلاشة حجمها اكبر من 8 جيجا وده لان حجم النسخة زي ما انت شايف تقريبا 6 جيجا او 5 جيجا وشوية بعد ما تحضر الفلاشة كل ده عليك ان انت هترجع للمتصفح بتاعك وتكتب كلمة refuse هيحولك لموقع refuse.io هتضغط عليه بالشكل ده علشان يحولك للموقع اللي قدامك ده واول ما تدخل على الصفحة دي هتنزل تحت معايا لكلمة download وتنزل هنا تتأكد اللي انت واقف على ويندوز 64 بيت حجم النسخة 1 ميجا تقريبا زي ما انت شايف هتضغط عليها بالشكل ده هيجيب لك الاعلان ده تطفي الاعلان ده وهتبدأ تحمل معاك هنا وبعد ما تحمل معاك اداة refuse هتيجي تضغط عليها مرتين بالشكل ده وتقوله run دلوقتي قبل ما اقولك الاعدادات اللي هنحطها هنا خلينا فاهمك الاداة دي بتعمل ايه الاداة دي هتحط لنا نسخة لوندوز على الفلاشة بتاعتنا علشان نقدر نثبتها على الجهاز بعد كده ولكن في شرط ان احنا هنفرمط الفلاشة فلو عندك اي ملفات مهمة اخد الملفات دي قبل ما تعمل الخطوة دي عندك على الجهاز وتأكد ان هي تكون في هارل تاني غير اللي انت مثبت عليه النسخة علشان كده كده اللي انت مثبت عليه النسخة هتفرمطه دلوقتي او هنفرمطه دلوقتي واحنا بنثبت النسخة دلوقتي زي ما قلتلك مطلوب منك تحط الفلاشة بتاعتك في ضهر الجهاز بتاعك في USB مصدر في الجهاز بتاعك USB اساسي في البوردة بتاعتك من ظهر الجهاز دلوقتي بعد ما ركبت الفلاشة زي ما انت شايف ظهرت لي قدامي هنا فلاشة 16 جيجا هي دي اللي انا حطتها في الجهاز الخطوة التانية وهي اختيار الملف الخاص بنسخة الوندوز اللي احنا نزلناها من شوية هنيجي هنا ونضغط على كلمة سيلكت علشان نختار الملف انا حفسته على الديسكتوب شوف انت حفسته فين وهتروح تلاقيه بالشكل اللي قدامك ده هتضغط عليه مرة بالشكل ده وتضغط من هنا على اوبن وبعد ما تختار الملف الخاص بنسخة الوندوز في خطوة مهمة قوي قبل ما نضغط على كلمة ستارت اي هرد بيكون ليه نوعين من الفورمات اول واحد الام بي ار وتاني واحد اي جي بي تي وهقولك تختار ما بينهم ازاي هتطلع معي على الديسكتوب بتاعك بالشكل ده وتضغط كليك يمين على كلمة زي سبي سي وتنزل تختار كلمة منهج من هنا اول ما تفتح لك الشاشة اللي قدامك دي هتجي تضغط معي على كلمة ديسك منهج منت هتلاقيها موجودة قدام الهرد اللي انت مسبت فيه نسخة الوندوز بتاعتك وتيكي تضغط كليك يمين على ديسك صفر اللي انت شايفها هنا وتنزل معي تضغط على كلمة بروبيرتز او خصائص لو النسخة عندك بالعرب وبعد كده تروح معي على طول على كلمة فوليومز تنزل معي هنا لكلمة بارتشان ستايل هتلاقي مكتوب قدامها نوع البرتشان بتاعك مستر بوت ريكورد ام بي ار فعلى طول هروح على الاداء واختار نفس الكلمة اللي مكتوبة عندي هنا او نفس الاختصار اللي هتلاقي عندك هنا اختار بالشكل ده ام بي ار من هنا مش عايزين حاجة كده من كل القوائم اللي معانا دي وخلينا في البرنامج دلوقتي احنا جاهزين علشان نبدأ عملية نقل الوندوز على الفلاشة بس هنبه عليك المرة الاخيرة ان انت مجرد ما هتدوس ستارت هنبدأ عملية فورمات الفلاشة كل الداتا القديمة اللي عليها هتروح لو في عليها اي ملفات خاصة بيك هتروح فبعد ما تفضي فلاشتك وتأكد منها هتيجي تضغط معايا من هنا على كلمة استار ولو ظهرت لك الشاشة دي هتختار معايا اخر اختيار بالشكل ده وتضغط من هنا على كلمة اوكي هنا بيطلع لي بسالة تحذير لنفس التحذير اللي كنت بقوله لك من شوية ان كل الداتا اللي على الفلاشة هتتمسح فهتيجي معايا تضغط من هنا على كلمة اوكي وهيبدأ عملية نقل نسخة الوندوز على الفلاشة بتاعتنا خلينا سيبها تخلص تحميل وارجع لكم مرة تانية وهو المشريتي يكامل معنا تحميل ويظهر قدامنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده ويكتب لنا كلمة ريدي انت كده الفلاشة بتاعتك جاهزة علشان تبدأ تنزل نسخة الوندوز من عليها دلوقتي مطلوب مننا ان احنا نراستر الجهاز وندخل على قائمة البوت مينيو علشان ندي امر للجهاز بتاعنا انه بدل ما يفتح من خلال الهارد يفتح من خلال الفلاشة علشان نقدر نثبت نسخة الوندوز هنا لازم تعرف ان كل ماذربورد لها زرار مختلف في الكيبورد علشان يدخلك على قائمة البوت مينيو اللي انا هوريها لك كمان شوية علشان تعرف الزرار ده قبل ما تراستر جهازك علشان تبدأ تثبيت نسخة الوندوز هتروح لمحرك البحث جوجل وتيجي توقف هنا وتكتب اول حاجة نوع الجهاز او البورد بتاعتك انا مثلا الجهاز بتاعي من نوع لينوفو سينك ستيشن اس عشرين فهاجة اكتب هنا لنوفو اس عشرين واخد مسافة بسيطة واكتب كلمة بوت مينيو كاي زي ما هتظهر قدامك كده بالظبط وهتضغط انتر بالشكل ده هيطلع لي اول موقع موقع الشركة الرسمي الخاص بالجهاز بتاعي وهنا بيقول لي علشان تدخل لقائمة البوت مينيو هتضغط على F12 او زرار FN زائد F12 انت اقيا ان كان الزرار اللي هزهر لك هنا هو ده اللي هتستخدمه علشان تخش على نفس القائمة اللي انا هوريها لك دلوقتي واول مجهزك يبدأ ايفتح تاني هتضغط معي على الزرار اللي انا علمتك من شوية ازاي تجيبه وبعد كده هتنزل تختار الفلاشة بتاعتك ودايما هتلاقي جنب الفلاشة مكتوب كلمة USB لو انت مش عارف ازاي تختار الفلاشة دلوقتي هتيجي تختار اللغة والبلد اللي انت منها عشان يزبط لك اللوقتي والتاريخ بس نصحة مني افسر الانترنت قبل ما تكمل الخطوات اللي جاية معايا بعد كده بالوقتي هيتطلب منك رمز التفعيل خاص بالوندوز هتضغط معي على كلمة I don't have product key وهنا هتقدر تختار اي نسخة ويندوز عشرة انت عايزها من خلال الفلاشة بتاعتك لكن انا قلتلك ان انا هشتغل النهاردة على نسخة ويندوز عشرة home فاختار ويندوز عشرة home وهضغط على كلمة next وهنا هتضغط على كلمة I accept وهترجع تضغط معي على كلمة next وتنزل تختار تاني اختيار واللي مكتوب عليك custom install windows only advanced وهنا اركز معي كويس جدا علشان لازم تختار البرتشن الصحيح لاننا هنفرمطه هنفرمط نسخة الوندوز القديمة وننزل نسخة الوندوز الجديدة مكانا انا بالنسبالي البرتشن بتاعي اللي هو 118 جيجا اللي انت شايفه ده فاختاره وعمله عمله عملية format من هنا وتضغط على OK واول ما يخلص هتضغط على كلمة next وبعد كده الجهاز بتاعك هيبدأ بشكل تلقائي يثبت نسخة الوندوز بدون اي تدخل منها وبعد ما يخلص عملية تزبيت بشكل تلقائي هتلاقي جهازك بيرستر وبعد كده بيرجعك للشاشة اللي انت شايفها قدامك دي هترجع تختار منها البلد وتضغط معي على كلمة yes وهنا هنطفي كل الخدمات اللي انت شايفها قدامك دي وهنا في الشاشة دي هتضغط على كلمة not now علشان ما يثبت لناش كورتانا وبعد كده النسخة هتحمل شوية او الوندوز هيحمل شوية ويفتح معك بشكل طبيعي وده شكل النسخة في اول مرة هتفتح معك فيها دلوقتي كل اللي انت محتاجه برنامج علشان يعرف لك قطع الهاردوير اللي موجودة عندك على الجهاز وهنا طبعا برشح لك برنامج درايفر بوستر اللي تقدر تحمله من خلال الموقع الرسمي اللي هتلاقيني سايفولك تحت في الديسكريبشن هتدخل على الموقع وتضغط على كلمة free download من هذا هيحولك على الصفحة دي ويبدأ يحمل معك زي ما انت شايف هنا هتضغط هنا علشان يدخلنا على المكان اللي حملنا فيه الملف وهنضغط عليه مرتين بالشكل ده وفي الشاشة دي هتنزل تشيل كل علامات الصحة اللي موجودة تحت بالشكل ده وبعد كده تطلع معاية تضغط على كلمة in store كمان في الخطوة التانية هيعرض عليك برنامج تاني هتيجي هنا وتقول له no thanks وتضغط على كلمة next وهيبدأ عملية تثبيت البرنامج معنا بشكل طبيعي وفي نفس الوقت تفادينا ان احنا نثبت برامج كتير احنا مش محتاجينها عندنا على الجهاز وبعد اما يخلص ويجبلك الشاشة دي هتضغط على كلمة no thanks من هذا وهتيجي هنا تضغط على كلمة scan now هيبدأ عملية تفحص بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده طبعا انه عندي النسخة البرو انت لو عايز النسخة البرو تقدر تشتريها من الموقع الرسمي هنروح للبرنامج مرة تانية ولو ظهرت لك شاشة شبه اللي انت شايفها قدامك دي هتضغط معايا على كلمة fix علشان يصلح كل الاخطاء اللي انت شايفها قدامك دي وتخلص وتقفل من علامة x من هذا وهنا زي ما انت شايف لو وقفت على كلمة update من هنا المفروض لو عندك اي حاجة في الجهاز عايزة تعملها update هتظهر لك في الشاشة اللي انت شايفها قدامك دي فانت لو تليت اي حاجة محتاجة تحدس كل اللي عليك انك تضغط على الزرار اللي هيكون موجود في المكان ده باللون الاحمر وهو هيبدأ عملية update بشكل تلقائي ده كل اللي انت محتاجه من برنامج driver buster وبالطريقة دي عارفنا ازاي نقدر نحمل ونثبت اي نسخة windows اصلية من الموقع الرسمي وكمان عارفنا اي هي افضل نسخة windows اصلية للالعاب بالنسبة للاجهزة القوية وهي نفس النسخة اللي احنا هنحاولها مع بعض في الحلقة الجاية من السلسلة دي لنسخة windows خفيفة علشان خطر كل الناس اللي اجهزتهم ضعيفة اتمنى تكون الحلقة دي كانت مفيدة لكل الناس اللي كملتها معايا لحد اللحظة دي اما دلوقتي فما تنساش اللايك لاننا وصلنا لنهاية حلقتنا اشوفكم الحلقة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته